السلام البنات كدير اللبسة لكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو دياليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيدة متأخرة في الحمل كل سيدة عندها برد قديم فرحم عندها اوساخ وترسبات من كل دورة كل سيدة كتجيها الدورة سوداء اللون بنية عاد كتنزل عليها الدورة ابقي معايا في هذا الفيديو لانه فعلا فيديو مهم ان شاء الله غنعتك تلات وصفات مجربة قوية لازالة البرد ولو كان برد قديم فرحم يعني سيدات ما كتنضفش عندهم الدورة بالشكل ديلها الصحيح سيدات اللي عندهم دورة سوداء اللون دورة فيها اوساخ بنية دورة غير صحيحة يعني ما كتنزلش بالشكل ديلها وباللون ديلها وبالشكل ديلها الصحيح كتنزل فيها كتل كتنزل فيها قطع كبيرة هادوك السيدات يبقوا معايا لأنه فعلا عندي لكم هاد الوصفات القوية اللي ممكن أنها فعلا تترد لك البرد في الرحم وكذلك تزيل لك جميع الترسبات هادك الترسبات اللي كيعلقوا في جدار الرحم كيمنعون غراس البويضة كيمنعوا كذلك تابات البويضة وبالتالي لا تتبدك البويضة وكتتهبط مع دم الدورة الشهرية وبالتالي ما كيحصلش الحمل سيدات كذلك اللي كيجي هوم ألم شديد في الدورة يعني واحد تقلصات رهيبة ما كتستحملهاش سيدة بطبيعة الحال أن هذاك المشكل راه مشكل كبير فعلا كيكون البرد في الرحم السيدة كيكون عنده واحد البرد قديم واحد البرد اللي كيمنع لها تخصيب البويضة وبالتالي كيجي هادك التقلصات أكيد أن الألم في الدورة كيكون عادي جدا ولكن كيكون مستحب يعني ممكن السيدات تستحمله بشكل طبيعي إن شاء الله وهذاك الألم ما فيه تشي مشكل بينما إلا زاد الألم وبقاء فترة طويلة قبل نزول الدورة يعني كين سيدات كيبقى معهم الألم أسبوع عشرة أيام عاد كتنزل لهم الدورة هادك السيدات ره ممكن يكون عندهم مشكل لأن فعلا الألم اللي كيكون عادي وهو من اللي كتقرب الدورة ديالك بيوماً ثلاثة أيام كيبدأ يجيك واحد تقلصات خفيفة كتمشي وكتجي إلا كان عندك تقلص شديد عرفي بأنه عندك هاد المشكل وخاصك تعالجي به هاد الوصفات اللي غندكر لك في هاد الفيديو الوصفة الأولى اللي ممكن أنها تفيد جميع الأخوات واضطرد لهم البرد في الرحم جربوها العديد من الأخوات والحمد لله حملوا به هاد الوصفة هدي وهي نبات الشيح والخزامة نبات الشيح والخزامة معروفين في طرد البرد وكذلك في تسخين الرحم غادي تحاولي أنك تتحنهم أو يكونوا عبارة عن مسحوق ناعم جدا وغادي تحاولي أنك تنزعي لب ديال البصل من بعد يعني غادي تأخذي فقط يعني القشر الخارجي للبصل القشر الخارجي للبصل هو اللي غادي تستخدمي في هاد الوصفة هدي وغادي تحاولي أنك تدفلوا الشيح والخزامة من بعد أنك يعني دوزتهم فوق النار فوق مقلات ساخنة حاولي أنك تخلي المقلات تتسخن مزيان وطفعنا النار ودفلها هاد الشيح والخزامة وغادي تحاولي أنك تخليها تسخن شي شوية من بعد غادي تحاولي أنك تأخذي البصل تهوي يعني القشر دياله غادي تحطيه فوق النار فوق يعني ديك المقلات الساخنة من بعد غادي تحولي أنك تعمري به الشيح والخزامة كيف تجيك الدورة وتقرب أنها تمشي منك يعني غادي يبقى لك فقط دوك الإفرازات اللي كيكونوا في آخر الدورة غادي تحطي هاد الخلطة هادي في البصل ومن بعد غادي تحطيها في الفوطة الداخلية أو في الملابس الداخلية فوق واحد الفوطة الصحية اللي تكون بطبيعة الحال قطنية أو أنك تديرها في شاش طبي وهاد الوصفة هادي ضروري أنك تلبسي من بعدها جيدا يعني حاولي أنك تباتي بها يعني في اليوم الموالي غادي تحاولي أنك تنزعيها ولكن تلبسيه جيدا لأن هاد الوصفة هادي رد بالك منها لأن ممكن يضربك البرد عليها إلى ما لبستيش ملابس ساخنة هاد الوصفة هادي قوية ومفيدة أيضا لعلاج الالتهابات وحملوا عليها العديد من الأخوات وهي من ضمن أقوى ثلاث وصفات لإزالة البرد في الرحم الوصفة الثانية كذلك لعلاج البرد في الرحم قبل ما نعطيكم هاد الوصفة هادي الناجحة إن شاء الله حاولوا أنكم ديما تخليوا لي اللايكات ديالكم باش يوصل هاد الفيديو هذا المفيد لجميع الأخوات المحرومات لمازالك ينتظروا ويارب ترزق كل أخت فيكم ذرية صالحة إن شاء الله في القريب إذا الوصفة هي عبارة عن الزنجبيل الطري الزنجبيل الطري يعني معروف بالفوائد دياله في علاج البرد في الرحم سواء كان برد جديد أو برد قديم فهو كيعرج لك هاد المشكلة هاد الزنجبيل تهوف آخر يوم للدورة كتخذي كأس ماء ساخن وكتدفي له يعني واحد القليل من الزنجبيل الطازج اللي كيكون مبشور بطبيعة الحال كتدفيه للماء الساخن ومن بعد كتخلي المشروب كتغطي عليه كتخليه تكيدفه كتصفي المشروب وممكن تحليه دياله بالعسل الطبيعي هاد الوصفة هادي التانية من ضمن أقوى ثلاث وصفات لإزالة البرودة اللي كتكون في الرحم وبطبيعة الحال غادي تناوليها في آخر يوم لنزول الحيد بطبيعة الحال غادي تلاحظي يعني نزول إفرازات ملونة هادوك الإفرازات هو البرد اللي كيكون عالق في الرحم كيكون لون ديالها أصفر فاتح بطبيعة الحال اللي نزله معك خصوصا إلا تمشيتي وتحركتي ودرتي واحد الحركة فغادي تفيدك هاد الوصفة هادي وغا تكون ناجحة معك إن شاء الله ثالث وصفة المكونات ديالها ملعقة صغيرة غير مملوئة من القرنفل ملعقة صغيرة غير مملوئة كذلك من الحلبة ملعقة صغيرة غير مملوئة من القرفة ثلاث عناصر ثلاث مكونات تطرد البرد في الرحم ولو كان برد قديم بطبيعة الحال هاد الوصفة هادي تهيارة عائعة جدا غادي تحاولي أنك يعني تحضري هاد المكونات غادي تضفيهم للماء الساخن يكون ساخن جيدا من بعد يعني غا تحاولي أنك تخلطي جيدا غادي تخلي المشروب ديالك حتى أنه يدفع من بعد غادي تصفي وغا تشربها مباشرة في اليوم الثالث أو الرابع من نزول الدورة في اليوم اللي كتكون يعني وحد كيكون فيه خفيف نزول الحيض هادك هو اليوم اللي غادي تبدي تستخدمي فيه الوصفة ديالك وبطبيعة الحال خاصك تعرفي بأنه إلا ما نقزيش أو نظفتي الرحم جيدا ممكن أن الحمل ديالك يبقى متأخر لسنوات بطبيعة الحال جميع الأخوات اللي جربوا هاد الوصفات حملوا عليهم وجابوا معهم نتائج مرضية في سرعة حدود الحمل أعطيتكم هاد ثلاث وصفات وأكيد غادي نبدأ نطرح في هاد القناة هادي حلول لعدة مشاكل متعلقة بالعقم وتأخر الإنجاب مثلا يعني السيدات اللي عندهم تكيوس المبايض راه عندهم وصفات خاصة السيدات اللي عندهم ضعف الإبادات هم عندهم وصفات خاصة يعني كل مشكل وغادي نقاليه الحل إن شاء الله ونبدأ نحط لكم وصفات باش تعالجوا المشكل اللي عندكم لأنه أنتي ما شي هي سيدة أخرى ممكن يكون عندك مشكل في الهرمونات سيدة أخرى ممكن يكون عندها البرد في الرحم سيدة كذلك أخرى ممكن يكون عندها عدم تضام الدورة يعني كل سيدة والحالة ديالها كل سيدة والوصفة اللي غادي تلق لها باش هكي يعني إن شاء الله يكون حمل سريع بإذن الله كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى ينال إعجاب ديالكم إلا أعجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة وإلا كنت متتبعة جديدة معايا في هذا القناة وعجبك المحتوى ما ترضيش أنك تشتركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش ديما توصلي بجديد القناة بطبيعة الحال غادي نحاول أنني ندير واحد الإجابة على الأسئلة ديالكم لأنها عندي بزاف ديال تعاليق خاصة نجاوبكم إن شاء الله فيعدروني السيدات اللي ما تمكنش أنني شوف تعاليق ديالهم غادي نحاول أنني نجاوبكم وحاولوا أنكم ديما تجددوا لي السؤال في الفيديوهات اللي كنحطي يوميا وإن شاء الله غنشوف التعليق ديالكم وغنجاوبكم على السؤال فاندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر